بالنسبة لقدسة البابا استقبل أسرة الشهيدين المقدس عماد وابنه كمال أو ديفيد بالمقر البابا ويبدير الأنبة بشوي بوادي النترون مساء السلساء لتقديم التعازي لهم استقبل قدسة البابا تودرس الثاني بالمقر البابا ويبدير الأنبة بشوي بوادي النترون أمس السلساء أسرة عماد كمال صادق وابنه ديفيد اللي زين راح ضحية حادث ألمينيا الأربعاء الماضي وكان معهم أيضا عدد من أفراد عائلتهم حيث قدم لهم قدست العزاء في رحيل الأب والابن مؤكدا أننا نؤمن بالله ضابط الكل وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وأضاف قدست البابا نحن نودع هؤلاء الأحباء وثقينا في عدلة السماء ورحمة الله وأشاد قدست البابا بروح التعزية التي وجد أنها تسود أفراد الأسرة بنأكد عليكم أن الأطفال دول مش إخوات ديفيد وفادي الفادي اللي على الشمال ده هو طبعا أخو الشهيد ديفيد وولدة الشهيد ديفيد وزوجة المقدس عماد والأولاد الموجودين أو باقي الأطفال من إخوات المقدس عماد ومن باقي العيلة والأسرة يعني هي كانت زيارة للأسرة أو العائلة وكان فيه تنين كهنة طبعا معاهم وتحدث قدست البابا مع العيلة كلها عن الأحداث الأخيرة اللي جرت في المينيا وأشار قدست البابا إلى أنه متابع دائم لكل هذه الأحداث ونصح برضو قال لهم أن معالجة الأمور دي بتحتاج لقدر عائم الحكمة وبعد النظر بصورة تقدم الهدوء والسلام لكل شعب ألمينيا أيضا أكد قدست البابا أن اهتمام الدولة بمشروعات التشغيل والتنمية وتطوير المدارس والنواحي الثقافية إن شاء الله يساهم بقوة في تقليل بؤر التوتر والعرف وده اللي احنا طبعا بنتمنىه جميعا وزي ما وضحت لحضراتكم أنه عائلة الشهيدين المقدس عماد وابنه ديفيد كلهم كانوا في راحوا للبابا لتقديم واجب العزاء لهما في الكاتدرائي المركسية وأمام المقار الباباوي شجرة الكريسمس بتتشح بالسواد انتهى الأمر بالمقار الباباوي للأقباط الأرثوزوكس الملحق بالكاتدرائي الكبرى بالعباسية من نصب شجرة الكريسمس وزي ما انتم شايفين كده أنه يعني نتيجة برضو للأحداث بشجرة طولها عدة مترات بطول بوابة المقر تقريبا اكتسط بملاية سوداء في إشارة عن شاركة الكنيسة المصرية كمؤسسة وطنية لأسر شهداء الكنيسة والوطن الذين ازوها قطوراهم غدرا على يد الإرهاب الغاشم عدو الوطن في عدة مواقف مختلفة فالحية برضو لفتة تعبر عن التضامن مع المشاعر الحزن اللي في بيوت كتيرة هذه الأيام ربنا يعزي كل حد كان رحله ضحية سواء للإرهاب أو سواء وفيات نتيجة الأمراض أو وفيات من الوفيات الفجأة يعني دايما في الوقت ده بنشوف حاجات زي كده ربنا يعزي الجميع يا رب أيضا يمكن بالنسبة برضو كان على فكرة فيه برضو كان لقاء خاص مع أهالي الشهدان عماد كمال وابنه ديفيد بلمينيا يمكن احنا عرضنا بعض اللقاطات من اللقاءات دي من بعض اللقاءات اللي تمت الحلقة اللي فاتت من الأقباط المتحدون ممكن نكمل جزء كده من الجزء اللي احنا ما كناش عرضناه من الجزء الأخير وبعد كده رحلوهم متقريبا يعني من الواضح من الفيديوهات والتسجيلات أنه هو يعني كان فاكي كأمان البندقية وساحب أجزائها ومجهز نفسه أنه يتعامل معهم بفتح النار عليهم يعني لما نشوف حضراتكم أنه ينتشر فيديو لأطفال واحد معرفش ده مين بصراحة وموقعهم الأعراب يعني وأنه الفيديو ده قاعد يكلمهم عن أنه المسيحيين كفرة والمسيحيين كفرة دول بقى المفروض يتعامل معهم إيه؟ نحبهم نعرفهم نتعامل معهم ولا نكرههم ونقتلهم منتهى الخطورة منتهى الخطورة إنهم المسيحيين نستطيعين ولا كفرة؟ إيه الدليل؟ لقد كفر الناسين قالوا إن الله هو هو المسيح الجمالي لقد كفر الناسين قالوا إن الله هتالف نعملوا كده نعملوا كده لقد كفر الناسين قالوا إن الله هتالف إيه؟ تالف تلاتة اللي يقولون ربنا تلاتة كفرة إن ربنا تنين سيدنا عيسى إبن الله كفرة اللي يقولون سيدنا عيسى هو الله كفرة طيب نحبه؟ نعملوا كده؟ نتباحوا لإيه؟ لإنه كافر لإنه كافر أهم حتة اللي هي في الآخر دي نعمل معهم إيه؟ نتباحوا لإنه كافر ده بيغرسوه في الأطفال فلما نشوف واحد يعني لما نشوف أمين شرطة يعمل كده ويقتل عمد لما نشوف واحد بيقول المسيحية داخل الكنيسة هيفجروكو إن شاء الله يعني كم يوم ويفجروكو ونفرح ونشمت فيكو ده تفتكروا ليه لأنه جواه مسيحين دول كفرة جواه المسيحين الكفرة دول لازم يدخلوا لازم يتقتلوا لما برضو نلاقي واحد في الكنيسة داخل على الكنيسة في بني سويف وبيصرخ انتو كفرة برضو من اللي هما من عناصر الشرطة لما نلاقي واحد تاني داخل برضو الكنيسة تانية قريب ويقول لك الساعة ستة الصبح ويقول لك إن أنا رايحين نهديهم من الكفر بتاعهم كل ده يقول لكم إيه؟ ما تقولوا ليش إن الأفعال دي فردية يا جماعة ده فكر فنتمنى إنه يتم مجابهة هذا الفكر حاجة التانية الحياة اللي برضو ناس توقفت عليها عندها ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي بوست المدير أمن المينيا فالحياة برضو دي كانت حاجة عجيبة جدا إنه مدير أمن المينيا بيفكر في الدنيا وفي الأمور بشكل شكله إيه ترى؟ يعني نشوف مع بعض دلوقتي البوست رقم 9 بليز ملنا إنه يعني اللي هو برضو يقول لكم إنه فيه أفكار محتاجة تتظبط ومحتاجة يبقى فيه دوء في كل حاجة بننقلها يعني ده كان اللي هو مجدي عامر في إبريل واحد إبريل عام 2017 فبيقول لك إيه المنظر الذي يكرهه هو أعداء الإسلام ليه؟ يعني ليه كده؟ لو فخور بدينا كيكتب الله أكبر وشاركوها اللي هو يعني مين هم طبع ده الإسلام؟ وليه يا حد يكره منظر ناس بتصلي يعني؟ وإنت حضرتك كمدير أمن المينيا بتنشره على يعني على صفحات التواصل الاجتماعي وبتقول لهم بقى ماشي برضو مع مؤكتب الله أكبر واللي هو مش عارف لو ما قلتش إيه يحصل لك إيه الحاجات الغريبة اللي بتمتشر على موقع التواصل الاجتماعي يعني أتمنى إنه القيادات والناس المسؤولين ياخدوا بالهم يعني ولو إنه هو ده بيخلي برضو لجواهم مين طبع هم أعداء الإسلام؟ وليه منظر ده بيتكره؟ مفيش حد يكره الصلاة إحنا بنكره الدم بنكره القتل بنكره التعدي بنكره النعت المسيحيين بالكفار هو ده اللي بنكرهه لكن محدش بيكره أبدا يعني إنه ناس تصلي ده إحنا بالعكس هزي ناس تصلي وتعرف ربنا بجد ولما يعرف ربنا بجد مش يعمله ده ربنا الحقيقي مش إله الخمر والعسل والحريات والقتل وإنه هتاخد ثواب في السماء وبرضو الإله اللي هو إدعي خد البنت المسيحية دي وبتدي بقى أسلمها وكده أنت برضو هتاخد ثواب في السماء هو ده كله اللي إحنا بنكرهه الحقيقة هو ده اللي إحنا عايزين نلفت النظر إليه الحقيقة برضو كان مصطفى أحمد من الناس اللي على مواقع التواصل الاجتماعي برضو اللي كتبوا تعليقوا يعني إحنا كان فيه تعليقات حلوة قوي ملحقتش الحلقة اللي فاتت أقولها لحضراتكم ولكن كان مصطفى كان كاتب مع كل حادث طائفي بيتقتل فيه مسيحيين في مصر بدل ما تلاقيه اعتزاروا تعاطف مع الضحايا ومع اللي بيتعرض ليه المسيحيين في مصر كحد أدنى من المسئولية الأدبية بتلاقيه شوية مني قدمين سخيفة دخلين يزايدوا بكل بجاحة ويقولوا ما فيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي كلنا بنتعرض للإضطهاد والظلم واللي هو طبعا كلام نظري هدف الغلواشة وخلاص أيوة كلنا بنتعرض للظلم والإضطهاد بس مش كلنا بنتعرض ليه على أساس هويتنا الدينية أنت عملك نزلت العيد وخفت على نفسك من شوية مسيحيين متطرفين يفجروا الجامع اللي أنت بتصلي فيه أنت وعيلتك الإحساس ده يا جماعة يعني تعليق مني بقى الإحساس ده يا جماعة عند كل المسيحيين اللي هو في أي عيد في أي حاجة احنا حاسين أنه ممكن يحصل حاجة منتظرين أنه تحصل حاجة فأهو مصطفى بيقولك أنت عمرك نزلت العيد وخفت على نفسك عيد عيد الإسلامي عيد أي عيد للمسلمين وخفت على نفسك من المسيحيين يفجرواك بتحتاج تصريح من محافظ عشان ترمم جامع بتترفض في مناصة حكومية وتعينات في بعض الجامعات كمعيد عموما وفي بعض التخصصات أحيانا وخصوصا قسم النساء يعني والتوليد علشان أنت مسلم ليك قريب حد صفا في الشارع قبل كده عشان مسلم اتعرضت المجموعة غوغوية نهبت كل محلات مسلمين المنطقة ولعت في بيتك وبيوتهم عشان عاي المسلم كان ماشي مع بنت مسيحية قعدت في جلسات عرفية بإشرافك ويدات أمنية كانت نهايتها الحكم بتهجيرك من قريتك أو مدنتك أنت وأهلك عشان مسلم الدولة اللي أنت فيها بتقسم المراس بتاعك وفقن الدين المسيحي مثلا في مجموعة مسيحيين حصروا جامع جديد بيت بني وعملوا مظاهرات وشغل علشان رفضين بنى جوامع في قريتهم وحد منهم قال في جلسات عرفية أنه مشاعر أنه علنا لو حكمت أنه يبنوا جامع أنه يبنوا جامع من غير مأزنة أصل منظر المأزنة بيستفز مشاعر بعض الناس في القرية بتسمع الفضائيات كل يوم نقشات عن حرمية أن جارك المسيحي يقولك في العيد كل سنة وانت طيب أو حد ناقش ولاقك الحقيقي هل هو المصر ولا السعودية عشان أنت متحد معهم في الديانة مكفاية بقى يعني صدغة وجليطة واستعباض بقى مشكرك مصطفى الحقيقة مصطفى محمد مشكرك جدا هو كده قال لهم كل ده فآه فيه طبعا استهداف لمصر من الإرهاب وكل المصريين والعناصر الجيش والشرطة لكن كل اللي قاله مصطفى ده بيحصل لأي حد مسلم في البلد عشان يطلع لنا واحد زي الباز ويقولك يا مسيحيين مصر ولا يا قباط مصر اتقوا ربنا اتقوا لا يعني حرم عليك يعني كل مرة بنقول الناس ابو مجروحين وتجيب الحملة عليهم برضو بيجي نينش بنشر اي حاجة عشان احنا بننقضها علشان تتغير يقولك انتو بتصيروا فتنة ايه اللي انتو بتقولو ده اللي هو يعني مش عارف الناس دي نصنفهم ازاي صافوا انو بيفهمو ولا بيفهموش ولا بيعملوا ايه بالضبط فاتفرجوا الاخ اللي بيقولك يا قباط اتقوا لا اللي هو فيه ايه اجابة اجابة منطقية جدا وطبيعية جدا سمعوا البابا وهو بيكلم عن حادثة المن هذا هو حادث مؤلم جدا وانا بنتهز الفرصة علشان اعزي هذه الاسرة وانا من خلال متابعتي من ساعة ما سمعنا بالحادث اعرف ان لهم صيد حسن هناك اعماد المقدس وابنه كمال او ديفيد لهم صيد حسن في الاوساط هناك في وسط المجتمع يعني لهم حضور طيب ولهم سيرة حسنة وعشان كده ده بيزود مقدار الالم لانهم الحياة كان لهم الحياة الطيبة والعلاقات الطيبة مع الجميع ده ده نموذج واحد يعني مش بعرضه عشان اقول الناس ما تتكلمش عشان ما تشمتوش الارهابين فينا خالص مش مبدأي ولكن انا بقول فيه ناس بيصطادوا في الماء العكر بهذا الشكل وخلي بالكم يعني بيستغل الحادث اقول لك كل فئات الشعب تنهض عشان تحمي المسيحي ايه السلام؟ ايه القلب الطيب ده؟ ايه الحنية الزيدة دي؟ ايه الخداع الكامل ده؟ يعني انتو الجماعة دول اللي لم يتورعوا عن حرق الكنائس وتخربها وعن استهداف الكنائس بعمليات ارهابية تفجير وعزمة ناسفة بشكل واضح انت اللي جاي تقول انه السلطة فشلت فئات الشعب تخرج وبصرف النظر عن موقفها السياسية اللي معنا هؤلاء قتلوا لانهما مسيحيين اه انا اول واحد اقول القتل انهما مسيحيين لكن اللي حاصل مش كده اللي حاصل ان احنا قدام لانه المجتمع المصري ناس عايشة مع بعض الاحتكاك وارد التدافع وارد الاختلاف وارد المشدات والمشاجرات والمشاحنات واردة الراجل بيقولك انه ركيب شرطة واتنين هما بيشتغلهم اولي حصل خلاف بين شدوا مع بعض قامع سلاح لانه حرص وده يمثل خطورة لكن تمش قتلهم لانه هو مسلم هما مسيحيين بلاش نلعب اللعبة دي وبلاش ندخل المساحة دي هذا حادث جنائي بحث خاضع للتحقيقات في النيابة الان وانا زي ما بقول ان احنا ما نعليش في الحكاية انا برضو بقول يا جماعة ان احنا ندخل وتامل نوع من الارهاب ليه النيابة والجهات القضائية بقولك ازاي ما يوجه لهش تهمة كذا لانه في وضعها تاني يعني يا قدس البابا المينيا وضعها تاني محتاجة مشروع قومي البلد تتكلم فيه في الثقافة وفي الفكر وفي الدين وفي التسامح وناس تتربى لانه في مشكلة في المينيا صحيح وانا متفق معك ان المينيا فيها مشكلة لكن ما نخلطش الامور الازمة اللي حدث تقفية ايه لما حدث يحصل فانقوم جريين الختم الاول وعاديين نحكي من الاول في الموضوع لا ده ده اللي انا بحذر منه وده اللي انا بقول عليه لما تحصل حدثة او تحصل جريمة والقانون بيحقق نسيب القانون لكن انه وبعدين فيه ايه نقطة تانية كمان خلينا يا جماعة نبقى طيقين بعض يعني الاختلاف على ارضية وطنية مطلوب انت تقول رأيك انا اقول رأيي لا نخونك ولا انت تتخونني ولا لكن الناس اللي بتنهج بتنهج نهج السب والقصف والشتم والبتاع هذا لن يرهبنا خلاص اتعودنا عليه ولو يعني قومت لالله كلها طالما اننا نقول ما نعتقد انه حق فلن يعيدنا ولن يرجعنا عنه احد فالحقيقة ده البيان بتاع النائب العام واضح وصريح جدا حالة المتهم بالقتل بتهمة القتل العمدي مع سبق الاسرار والترص يعني طبعا قضية جنائية ومعليش يمكن الكلمة بالضبط معرفناش نظمة التوقيت وهو الفيديو طويل يعني لكن قال لك يعني ان في مساحيين عايزين يولعوا في البلد وبقولهم اتقوا ربنا كلمة زي دي اساسا يعني هيولعوا في البلد ازاي المساحيين يعني مساحيين بيعملوا ايه حضرتك يعني عشان يولعوا في البلد عشان تقولهم اتقوا ربنا وانه انت برضو مصرع لانه مجرد خناقة وبتحولهاش طائفية يعني ما عرفتش انه كان من قابليها بيوم بيقولهم انتو المساحيين اصلكوا عوج واذا ما خلصتوش في اسبوع هشلكوا همساحكم من على وجه الارض ما وصلتش المسامح حضرتك دي للأسف الشديد يعني مش هنتوقف كتير لانا ما كنتش عايز اعرض كل ده الحقيقة كنت بس تكون يعني عرضنا كل ده عشان عايزين لكلمة نفسها ولكن يعني مش عايزة حتى كنت ادي هذه المساحة لهذا الشخص عشان ندي مساحة لناس تانية ناس تانية الحقيقة عندها عقل وعندها حكمة كده لما يجي الكاتب الكبير احمد طه ويكتب انها الجريمة الطائفية الاخطر على الاطلاق هو ده اللي انا عايزة تديه له الوقت قالك بخضي النظر عن عدد القتلة اعتقد انها الجريمة الطائفية الاخطر والابشع منذ تبني المؤمن انور السادات ذلك الطيار الوهابي المجرم اللي بيحتكر المساحيين فاكرين من الزاوية قالك شوية غسيل نشره مش عارف مين وشوف راح في ساعتها كان مسيحي فيها وبعد كده العاملة الفضيعة اللي عملها المؤمن انور السادات وان هو حجب البابا البابا شنودة في الدير وشوفته حصل له ايه فالمؤمن انور السادات قالك كده بيقول كده الحياة الكاتب العظيم احمد طه وبيقولك انه المجرم اللي بيحتكر المساحيين ويكفرهم ويحرم التعامل معهم ومبدلتهم التحية يحرد على استباح الدمهم وهو الفكر الكارسي اللي دعمته السعودية بمليارات الدولارات حتى تغلغل في كل اوصال المجتمع ومؤسساتي وخاصة التعليم الازهر الاجهزة الامنية ولكن الاختراق الاخطر للفكر الوهابي المدمر والممول باموال النفط تم عن طريق الجامعية الشرعية الاسلامية وغيرها من الجامعات الدينية اللي تفرغت لنشر فكر السلفي الوهابي تحت سطار العمال الخيرية والمساعدات الانسانية والانشطة التعليمية اللي شملت انشاء الاف المدارس الاسلامية الخاصة اللي بيدرها سلفيون او متأسلمون والتي لا تقبل طلاب المسيحيين ولا يرفع فيها عالم مصر او تؤدى له التحية ونتيجة لفساد الدولة وغيبها او تغيبها وخاصة في الاقاليم وحفظات الصعيد البعيدة عن العين والقلب تحولت مصر الى مجتمع سلفي متخلف بامتياز تفشى الجهل والتعصب وقراهية الاخر وتصعدت اعمال العنف الطائفي اللي استهدفت المسيحيين عشان تصنفهم ايه ككفار او حلفاء للحكومة وهنا تبرز مسئولية واخطاء الكنيسة من دون هذا التمهيد لم يكن من الممكن تقديم تفسير مقنع او قريب مصحة لجريمة اقدام شرطي على قتل مواطن مسيحي وابنه بسلاحه الميري وبدم بارد وامام الكنيسة المكلف بتوفير الحماية والامن لها والشعبها ذلك يؤكد ان في مشاعر قراهية دفينة ضد المسيحيين لدى افراد الشرطة وخاصة صف الدباط اللي اخترقهم التدين السلفي الشكلي واللي اقنع الكسرين منهم بانه النصراني يمكن قتله ودفع ديته والمثل الشعبي بيقول اللي تعرف ديته قتله الحقيقة اني منذ كأن قرأت هذا الخبر خبر الجريمة المروعة وشاهدت الفيديو الخاص بها وانا اتساءل في حزن وكمد ألم يكن من الممكن ان يكتف القاتل بقتل الاب او الابن فقط ويترك احدهما للام الساكلة او الارمالة المكلومة الاغرب من ذلك سؤال اخر ما زال يطردني ويسيطر علي هو من من الاب والابن قتل اولا بل بلغ خيالي المصدوب حد تمني ان تكون لصصات القاتل قد اصبت الاب اولا حتى لا يقتل الاب مرتين مرة وهو يرى اغلى ما في حياته يسقط امامه مجندلا شوهاته الفيديو تاني معيش هو بيشرح يعني بيدخل لعمق الاحساس وعمق انك انت الاب ده هو الاب وهو بيتقلم على فكرة وكان على الارض يعني شاف ابنه قدام وتقتل فعشان كده هو بيقولك ان انا خيالي المصدوم بلغ خيالي المصدوم حد تمني ان تقوله صصات القاتل اصبت الاب اولا حتى لا يقتل الاب مرتين مرة وهو يرى اغلى ما في حياته يسقط امامه مجندلا برصاصات الغدر ومر وهو يتلقى بقية الرصاصات في صدره طبعا من العبث ان نتصور ان تطوف مثل هذه الافكار الانسانية بعقل وقلب وحش جاهل طائفي متعصد مثل ذلك القاتل ولكنه بؤس الاحوال فقر الفكر سوء البلوة والعاقبة التي اغرقنا فيها مشروع السادات الوهابي الكارثي لن يكون هناك مخرج من هذا المستنقع الا بمحاكمة تاريخية وطنية لعصر السادات ومشروعاته الكارثية يعني احنا شفنا الحقيقة فعلا هذا العصر وانه ازاي ان هو اخرج هؤلاء على اساس ان هم يعني يحصل بقى عارفين يعني يبتدي بقى الصراعات وصراعات الطائفية وانه هو بعيد عن كل ده وفي الاخر جي مين اللي قتلك مين اللي قتل السادات فالحقيقة يمكن ده درس ويمكن برضو الحياة الكاتب هنا يعني بيستعرض هذا الامر احمد طه النقر بنشكره بنحييه وانه هو برضو جريمة جريمة الطائفية الاخطر على الاطلاق هم دي الناس اللي احنا الحقيقة نعتدي بيهم طبعا الجزء برضو اللي هو كان خاص عشان اوضح برضو هو حضرة الشخص ده يعني يعني اللي عامل فيها اعلامي يعني كان اهتهم الكاتب المفكر طارق حجي على ما نشر اللي كان انتو الفترة اليمين اللي فيتو دول ناس كتير قوي اتخمت في موضوع البيان اللي كانت نشر على انه بيان من المجمع المقدس والتضح انه بيان قديم فهو بقى ايه مسكه وايعد يتكلم عليه انه اللي يجي من شوية عيال لما ينشره حاجات غلط لكن حضرتك يعني كراجل مش عارف ايه وقال لك انه يعني التعبير الصعب اللي قاله اللي هو موضوع يعني كارسة مصرف يعني ولا واكسة مصرف مفكريها يعني اللي هو انت نفسك ما عملتش اي اخطاء خالص على خلال تاريخك تحب نقعد نشوف لك كل فيديوهاتك ونجيب لك اخطاءك هو الحقيقة في حد اسمه جوشو مسكه شوية كده ويبقى يروح يتفرج على جوشو هو بيجيبه هو وهو بيقول حاجة وعكسها في نفس في خلال حاجة بسيطة يعني وانه هو برضو بيقعد يفسر الامور قالك قال ايه خشوجي يخط طربة هنا وقعد يقلف وكأنه كان قاعد معيهم اسناء قتل خشوجي وفي الاخر طبعا يعني اتضح الامر انه هو اعتقد يعني بالاعترافة هون هم قطعوه وقتلوه كل ده فيبقى دلوقتي حضرتك برضو كإعلامي غلطت ولا ما غلطتش وقلت معلومات غلط ولا ما قلتش معلومات غلط عشان بس بتتهم بوست على الفيسبوك للمفكر يعني طارق حجي واللي هو الناس نشروا عشان كانوا يأملوا ان ده اللي يتعمل يعني قامة كبيرة زي طارق حجي اعتقد انه ما كانش يصح ابدا ان انت تتوجه لها ولكن لان عينك على الناس اللي هم يعني عينك على الناس اللي هم وقفين مع الاقباط وعينك على الناس اللي هي بتصنف التصنيف الصح فانت مش مبسوط منهم عايز يعني عايز تهجمهم لأي حاجة لأي سبب فروح تجيبت بقى السبب ده وخلاص فالحقيقة يعني انه هتمنى انه يكون فيه وعي اكتر لانه لو اللي ما تعرفوش حضرتك كاعلاني انك انت المفروض عليك حيعمل كبير قوي انك انت تقدم التعازي وفي نفس الوقت تبتدي تنشره الفكر اللي من خلاله تغير الفكر ده اللي هو الفكر اللي بيتهم المسيحيين بالكفر والفكر اللي هو ورا كل الاحداث اللي بتحصل دي فلو انت مش فاهم داي بعندك مشكلة كبيرة فيعني نتمنى ان الدنيا تتزبط الحياة برضو في اسناء خضم الموادية دي في ناس اعتبروا انه الرئيس السيسي كان بيفتتح بعض المشروعات مشروع اسمه اهلينة بمدينة السلام فانتشر وهو بيتكلم فبيقوله فين الكنيسة يا عماد لما بيستعرض عماد المشاريع البني يعني المباني اللي موجودة فالناس قالت لك اهو يا جماعة شايفين الرئيس السيسي اهو بيرد اهو على حادث المقتل المقدس عماد والدنيا وبيرد على كل اللي بيحصل وبيقولك اهو يا جماعة الكنيسة مهمة احنا بنقوله بعد ما تشاهدوا المشهد ده يعني بنقوله انه حلوة قوي فكرة ان يبقى فيك ناس جديدة في المجتمعات الجديدة لكن سيادة الرئيس الناس الغلابة اللي في الكرة والنجوع اللي ما عندهمش مكان يصلوا واللي بيعانوا الامارين ويعودوا يركبوا في عربية اسمها تايوتا وفي البرد وفي الساعة والكبار السن علشان يمشوا 3 كيلو 4 كيلو 7 كيلو علشان يروحوا الكنيسة لم يستحقوا برضو هم كمان ان يكون لهم كنيسة وتقول للعماد فين الكنيس يا عماد اللي في الكرة والنجوع الكنيسة فين ما عملناش كنيسة ليه ده توجيه تمام فن ان شاء الله يا فن بنعمله في اهلين اتنين طيب خلاص ده موضوع ما يفوتناش تاني ارجو المحمد ده موضوع احنا وانا خلاص بقى ان شاء الله في اهلين اتنين انا فن ما نعمل لا لا انا عارف طبعا انت مجدش موجود في الفترة بتاعت التخطيط انما لو سمحتم ده امر احنا لما ده انا ما كانش يمكن وضح لكم الكلام لكن لو سمحتم نعمل عشان وحق قال ده قول ده طيب كل يعبد زي ما عايز الحاجات دي طبعا بتستقبلها بعض يعني صحف العالم او بعض يعني على اعتبار انه اشادة بالموقف لكن زي ما بقوله حضراتكم انه احنا مستنين طبعا ده موقف يشكر عليه السيسي احنا ما بنقولش حاجة الحاجة الكويسة بنقول عليها كويسة طبعا لكن بقيت الموقف يعني احنا عايزين بقيت الدنيا يعني رئيس السيسي عايزين باقي الكنيس اللي في الكرة واللي عليها مشاكل تتفتح للناس وانه ده يبقى يعني حاجة سائدة زي ما انت تعصبت قوي كده لأ انت ما كنتش موجود وده ترند خلاص يعني عايز تقوله كده ما فيش حاجة اسمها انه مكان جديد او مدينة جديدة من غير ما يبقى فيها كنيسة جنب الجامع عايزين ده كمان يكون انه ما فيش حاجة اسمها متشدد تقول بنفس القوة دي احنا بنقول الرئيس السيسي يقول كده وجه ناسك لكده وجه جيشك وشرطتك لكده فيش حاجة اسمها واحد متشدد يجي يقولك ما فيش كنيسة والكنيسة مش هتتفتح ولا يجي يقولك فيم ترخيص الكنيسة دي ويا سلام لو كملت جميلك بقى وحسيت اللي احنا حسينه ان قانون بناء الكنيس ده قانون بفيه تمييز رهيب جدا وقانون بيؤكد على العدم المسوابين المسيحي والمسلم يعني كنا انا تمنى انك انت زن بتدفع فعلا عايز كنيسة في كل مكان جديد وكل مدينة جديدة تبني انه يبقى فيه حاجة اسمها قانون موحد لبناء دور العبادة كلها وانه ما فيش حاجة اسمها كنيسة يقف عليها شوية غوغاء ويدربوها وتتقفل يعني ما عليش يا جماعنا سامحوني انا الموضوع ده قلقني قوي انا عايزة كلكم تفكروا كده في اي حد من الناس دي اللي بيبقى فرحان قدين ويبقى فيه كنيسة ودلوقتي صلواته تسبحة كياهك اللي بتبقى بالليل تفتكروا هيقدروا يروحوا ويمشوا الاماكن دي كلها وفي البارد واطفال وستات كبار بيبقى نفسهم يصلوا يعودوا في الكنيسة يصلوا حطوا نفسكم انتم مكانهم حاسين بايه لو انتم عايزين تصلوا ما عندكوش الكنيسة القريبالكو ولازم تعانوا علشان تروحوا الكنيسة تانية لانه بيحزنني قوي ان للاقي مسيحيين يقولك أمه والقانوني يا جماعة لازم نتبق القانون هو القانوني يتطبق بس على كنيسة المسيحيين بس على ترخيص ان تبقى كنيسة للمسيحي لكن ما تطبقش على اي حاجة تاني ولايه القانوني بقى كده اساسا ليه يبقى الصلاة برخصة ولايه يبقى بالمنظر ده وليه ما تبقاش في المساواة زي ما بيعملوا جامع وزي ما بيعملوا زاوية في كل حتة انه المسيحي من حقه دي كنيسة في القرية كنيسة ما بيقاش فيه عشر كنايس ده كنيسة واحدة اللي محتاجينها في القرية والناس يقفوا ضدها يعني الاعلام الايطالي طبعا كان اشاد واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الكنايس ودور العبادة المسيحيين اللي تم تدميرها على استعادة دور العبادة اللي تم تدميرها على ايدي الاخوان وانه هو جدد التزام وباستعادة اكتر من 500 كنيسة بخلاف المباني والكلام ده كله وقناية ايطالية كانت اشادت بده فانا نفسي نحنا نفسنا كمسيحيين نشيد بموقف الرئيس السيسي في انه يقف بقوة امام اي متشدد يرفض انه يكون فيه كنيسة